طبعا قنوات بيين خرجت في بيان لتعرب عن دعمها لكل الطواقف وأنها تتبرأ من تلك التصريحات وأن تلك الأقويل لا تمثلها التي خرجت من أبو تريكا ولكن أبو تريكا اليوم هناك انتفاضة قوية على السوشي الميديا داعمة له ومؤيدة وبقوة له وتشكره على تلك الكلمات الرائعة التي أدل بها في استوديو التحليلي لتلك المباراة مع الموزيع محمد سعدون الكواري لكن هل فكرة أن أبو تريكا من الممكن أن محطة أو قنوات بيين سبورت تتخلى عنه بعد تلك الهجمة الشرسة؟ لا أتوقع مطلقا أن تقوم قنوات البيين بهذا الأمر خاصة أن نحن نشاهد بأن الدولة القطرية تحتضن أبو تريكا تحتضن كثير أيضا من النوابغ العرب وحفل افتتاح بطولة كاسل عرب دليل على هذا الأمر والإشارات التي أتت من الدولة القطرية بضرورة الاتحاد العربي وضرورة رعاية العلماء والنوابغ من أجل تحقيق نهضة عربية وضرورة أن تكون الدولة القطرية تمثل بحق الأمة العربية والإسلامية لذلك لا أعتقد منها أن تردخ لتلك الضغوطات التي أتت من قبل الإعلام الإنجليزي أو من قبل رابطة الدورة الإنجليزي خاصة وأن تلك التقارير أشرت لأن الدورة الإنجليزي حصري فقط على قنوات بيين سبورتو أنهم لا يقبلوا أن يكون هناك محلل داخل تلك القنوات يقوم بالهجوم على الدورة الإنجليزي بهذا الشكل ولكن هو أمر مستحق لأنه أبو تريكا صاحب الابتسامة الجميلة والأداء الرائع سواء مع النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني المصري أو حتى مع النادي بنياس الإماراتي كان أداءه لافت للنظر في الملاعب وأيضا في استيديوهات التحليل بمواقف مشارفة أبو تريكا جوزي مورينيو لما راح حضر مباراة مصر والكاميرون في نهاية الكان الإفريقي واللي تفوق فيه منتخبنا الوطني بهدف من لمس سحرية لأبو تريكا بعد صناعة من محمد زيدان كان رايح مورينيو وقتها عشان يتفرج على زيدان لعب الدورتموند الألماني من أجل أنه يستقدمه النادي تشيلزي فقال أنا اللي لفت نظري في المباراة دي برغم من تواجد إتو والعديد من اللاعبين الكبار للمنتخب الكاميروني وأيضا في منتخبنا الوطن المصري إلا أنه أبو تريكا كان هو الأفضل في القرى الإفريقية اشتركوا في القناة